من مراتب العلم بالله عز وجل أو العلم الثابت لله عز وجل علمه بالشيء بعد كونه بعد حدوثه بعد وقوعه بعد تخليقه وهو جل وعلا محيط بما يكون من الخلق بعد وجود أعمالهم كما قال تعالى و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو و يعلم ما في البر أي جميع ما في البر حتى عدد الرمل حتى عدد أوراق الأشجار حتى عدد النبتات حتى عدد الإنس كل ما في البر يعلمه الله جل وعلا ظاهرا كان أو مستترا في ليل أو في نهار حتى دبي بالنمل يعلمه جل في علا سبحانه و بحمده يعلم ما في البر و البحر هذه البحار العوالم العجيبة الغريبة الضخمة الكبيرة يعلم ما فيها على وجه التفصيل حتى عدد رمل البحار عدد الأسماك عدد ما فيه من الكنوز و المودعات كل ذلك في علم الله جل في علا فهو الذي خلق ذلك وهو الذي أحاط به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل في علا سبحانه حاشاه أن يكون جاهلا أو أن لا يكون عالما بما في خلقه سبحانه و بحمده لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ترجمة نانسي قنقر